السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على طريقة تدبير الفائد خلال المؤسسات التعليمية إذن هناك مجموعة من المديريات قامت بإصدار مذكرات حول هذه المسألة ومسطرة المتخدة لتدبير الفائد خلال المؤسسات التعليمية إذن المعايير فهي كالآتي أولا يتم احتساب الأقدامية العامة نقطة يعني كل سنة يشتغل فيها الأستاذ يبتداء من تاريخ التوظيف الأقدامية العامة نقطة عن كل سنة يبتداء من تاريخ التوظيف ثم الأقدامية بالمديرية نقطة عن كل سنة يبتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية ثالثا الأقدامية بالمؤسسة نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ تعيين بالمؤسسة الحالية إذن قلنا أقدمية العامة عندها نقطة الأقدمية بالمديرية عندها نقطة والأقدمية بالمؤسسة عندها جوج ديال النقاط ومن بعد أن يتم الاحتساب بجال هذه النقاط كنشوفه الأستاذ اللي عنده أقل عدد جال النقاط هو اللي غد يكون فائد داخل هذه المؤسسة وفي حالة التساوي في النقاط يحتكم إلى الأقدمية العامة يعني ابتداء من تاريخ التوظيف ثم الأقدمية في المديرية يعني منذ تاريخ تعيين بإحدى مدارس المديرية ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السين يعني إذا كانت جاء الأسادة متساويين تقريبا شي جوج ديال الأسادة متساويين في مجموعة ديال المعايير كانت احتكموا الآخر الحاجة للسين ويستطيعنا من هذه العاملية الأساتذة المبرزون والأساتذة حميلي شهادة الدكتوراه وبالنسبة للتباري على منصب شاغر داخل المؤسسة يعني مثلا واحد المستوى الأستاذ جال ومشان تقاعد مثلا بهالواحد السز مثلا عربي ولا فرنسية الأستاذ جال وتقاعد وبالنسبة للتباري على هذا المنصب هذا إذا عندنا أولا التراضي يعني التراضي بالأساتذة أو الأقدمية في المجموعة يعني أقدم أستاذ في المجموعة هو اللي عنده الحق بالاختيار ثم في حالة تساويه يحتكم إلى الأقدمية العامة يعني كان بدون نحسبه من تاريخ التعيي أو التوظيف في الوظيفة العمومية في حالة تساويه يحتكم إلى عامل السن وفي حالة تساويه يحتكم إلى القرعة هنا بالنسبة للعملية كنتم إلا كانوا منصب شاغر يعني واحد المستوى يعني ما عنده مثلا أستاذ مش مستوى فيه أستاذ ونحن نتباره عليه إلا منصب شاغر وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل أستاذ الاحتفاظ بمنصبه الذي درس فيه بالسنة الفارطة ما لم يتم تغيير بنيك مؤسسة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة